السلام عليكم شركة وان بلاس اعلنت عن موبايلين قوين جدا من فعر رائدة وهما وان بلاس اي تي والنسخة البلاس منه والصراحة يعني الفرق بينهم مش كبير عشان عمل فيديو مخصوص لكل واحد فالفيديو ده نتكلم عن نسخة وان بلاس اي تي وهنقول الفرق بينه بين النسخة البلاس بس قبل ان نبدأ بتفاصيل الموبايل ما تنساش اللايك سبسكرايب وارجع كامل الفيديو ولو عندك اي سؤال اكتبقوا في التعليقات وانا هرد عليك ومن غير ما اطول عليكم تعالوا نبدأ في نهاية الحلقة اول حاجة هنبدأ بيها كالعادة هي هيكل لخمات تصنيع الموبايل الموبايل هيجي بتول 161 ملي متر وعرض 74 ملي متر وصمك 8.5 ملي متر وبوزنة في حدود 188 جرام وظهر الموبايل هيجي مصنوع من الازاز مع فريم للألمونيوم مع وجود اربع كاميرات خلفية وفلاش لده مصدوك في ظهر الموبايل وبيجي عليه طبعة حماية من نوع جرى غلاس 5 وبيدعم تركيب شرحتنا التصال من نوع النانو واستغنى عن مدخل سماعات التقليدي 3.5 وبنسبة للصوت الخارجي للموبايل فالموبايل هيجي بصوت استيريو انا شغل لك صوت مجسم وجميل جدا ونسخة وان بلاس اي بلاس بتيجي بعمارية اي بي 68 ومقاومة رزاز الماء بس متقدرش تنزل بيها تحت المية وده الفرق بينه بالنسخة العادية اللي مش بتيجي باي بعمارية اما بقى عن الشاشة فالشاشة تيجي من نوع فلاود اموليد بمساحة 6.5 بوصة بدوكة 1080 في 2400 بيكسل يعني Full HD Plus بأبعاد 20 إلى 9 بكسافة بيكسلات 402 بيكسل لكل بوصة وبيجي عليها طبعة حماية من نوع جرى غلاس 5 وبتدعم تقنية الـ HDR 10 Plus وبتيجي بمعدل تحديث 120 هرتز وبنسبة لماصفات الشاشة ديت فهي شاشة ممتازة جدا من كل ناحية من حيث نوع الشاشة ومعدل تحديث وتقنية الـ HDR 10 Plus وكمان طبقة الحماية اللي هي فممتازة جدا والبصمة كمان هنا تيجي تحت الشاشة وبتدعم تقنية الوصندس بل اي اما بقى عن الرامو الزاكرة فالموبايل هيجي بنسختين النسخة الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا ريم والنسخة التانية 256 جيجا مع 12 جيجا ريم والنسخة البلاص منه بتيجي بنسخة واحدة اللي هي 256 جيجا مع 12 جيجا ريم واللي اتنين مش بيدعموا تركيب بطاعة تخزين خارجية اما بقى عن نظام التشغيل والاداء فالموبايل هيجي بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة اكسجين او اس 11 مع معالج سلاب دراجون 865 بدقة تصنيع الـ 7 نوميتر بلاص مع 8 انوية بتردد يصل لـ 2.8 جيجا هرتز ومعالج رسومي ادرينو 650 وبنسبة لدى المعالج دوت فهو معالج جبار جدا يعتبر قبل الاخير رفقة اسناب دراجون يعني يشغلك اي حاجة واي لعبة ممكن تحتاجها على عالى اداة وعالى جرافيك اما بقى عن الكاميرات فالموبايل هيجي باربع كاميرات خلفية الكاميرا الاولى والاساسية بدقة 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.7 وبتدعم التثبيت البصري OIS والكاميرا التانية بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 وهي كاميرا الترويت بتصور بزاوية 123 درجة والكاميرا التالتة بدقة 5 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 وهي كاميرا مكرو والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 وهي كاميرا سنسور للعمق وعزر خلفية وبيجي معهم فلاش لده مزدوج وبيدعم تقنية البانوراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 متر في السنية وبدقة 4HD بسرعة 240 متر في السنية اما بقى عن الكاميرا الامامية فالكاميرا الامامية حينها هتيجي بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 وبتدعم تكنية HDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 متر في السنية وبتدعم التثبيت الرقمي وانت بتصور الفيديو وبنسبة لدى الكاميرا الدية فيحب يقول لك اننا تديك اداء ممتاز جدا علش فتحة العدسة واسعة فتقدر تستقبل دق اكتر يعني تفاصيل اكتر وصورة اوضح كمان اما بقى عن التكنيوات التانية فالموبايل هنا بيجي مع الواي فاي من الزر السادس وبدعم تكنيوات الوفي داريكت والبلوتوث من الزر 5.1 كمان بيدعم الجي بي اس وتكنيوات الاف سين واستغر عن الراديو ومنسبة للبطارية فالبطارية هنا هتيجي بساعة 4500 ميلي امبير من نوع السيوم غير قبل الازالة وبتدعم الشحن السريع بكوة 65 واط مع شاحن من نوع طايب سي والشركة بتقول انهم هقدر شحن من صفر المائة في المائة في تسعة ثلاثين ديئة بس فدي يعني سرعة شحن جبارة جدا يعني مش اعلى حاجة يعني بس ممتازة وبالنسبة لسعر الموبايل سعر النسخة ايتي العادية اللي هي هتبدأ بستمائة وعشرة دولار يعني حوالي تسعة تلاف وستمائة جنيه مصري و الفين مئتين وتسعين ريال سعودي وخمس تلاف وستمائة درهم مجربي و الف سبعمائة دينار تونوسي وثمانية وسبعين الف دينار جزائري وسبعمائة وخمسة وعشرين الف دينار اراقي وسعر نسخة البلس هتكون تممائة وتمانين دولار يعني حوالي تلاتاشر الف وتممائة جنيه مصري وثلاثتلاف تلتميت ريال سعودي وثمانتلاف درهم مغربي و الفين وربعمائة دينار تونوسي ومية وعشرة الف دينار جزائري ومليون دينار اراقي كده انخلصت كل حاجة عن الموبايل وانا شايف انهم موبايل ممتاز جدا بس لو كان بيجي يعني يقعد تحت المية كان هيكون افضل بكتير ومش لأي تعليق سلبي عن بقية المواصفات غير ان السعر ممكن يكون غالي شوية وعايز كمان اشوف رائعك عنه في التعليقات بس اوقعتين ستشترك في القناة وادفع الزر الجرس ولو عندك اي سؤال يكتبه في التعليقات وانا هارض عليك والسلام عليكم